شايف إزاي دور الأولى لما رجانا الكرار للدراما والأعمال المتنافسة؟ والله هو شيء مشارف جداً لأي فنان إنه هو يتقيم في بلده وإن يبقى فيه فعلاً فكرة إن يبقى التنافس شكله مختلف إن يبقى فيه تقييم للأعمال المهمة وإن ما يبقاش فيه عمل بينجح نفسه لأ يعني يا ريت نبقى فاهمين إن الجمهور هو البطل والجمهور هو البطل الحقيقي فعلاً وهو اللي يقدر يقيم فعلاً في المخرج ولم يعدوا بينافس أعمال كوميدية شرسة العام ده زي تسليم أهالي ويجي تبعدها تحت دهدي السلاح وقبلها خطة مصنجر شايف إزاي المنافسة دي؟ وهل الكوميديا بدأت تعود لعصرها الزهبي؟ الكوميديا لسه محتاجة أكتر من الصناعة بصراحة شديدة ده يعني ممكن لو أنت بتكلمني عن خرج ولم يعود والأفلام التانية لا فيه فجوة على مستوى العملية الإنتاجية هنا فيه عملية إنتاجية مختلفة تماماً أنا عندنا فيلم شبابي لايت وأنا بجرب حاجة خفيفة وأنا كممثل بجرب علشان لو استنيت أعمل اللي في خيالي حبقى بصبر كتير والأساتذة الكبارة أنا لما اشتغلت مع الأستاذ نور الشريف والأستاذ محمود عبد عزيز كان نصحتهم لها دايماً أنك لازم تشتغل وتبقى متواجد وتعمل تجارب أنت تستفيد منها وتعمل حاجات مختلفة علشان لما تقدم نفسك وتقدم مشروعك تقدر تبقى مكون شخصية فده اللي أنا بعمله لكن على مستوى العملية الإنتاجية لا الموضوع مختلف تماماً على مستوى الدعاية الموضوع مختلف لكن أقدر أقول أن الفيلم الجاي بيدفع عن نفسه هل أنت شايف إزاي الإرادات؟ الإرادات السينمائية مثلاً خرجة ولم يعود وإحنا بنتكلم كل صراحة حقق إرادات خفيفة شوية عن مستوى الأفلام التانية هل أنت شايف إرادات دي بتبقى نبع عن العمليات الإنتاج والدعاية؟ طبعاً طبعاً بيأثر في أفلام مش كويسة خالص تحقق إرادات كبيرة جداً لأن المنتج بيحميها وبيحميها في السينمات لأن في موضوع تاني الناس ممكن ما تاخدش بالها منه أنت ممكن تروح تحجز فيلم خارج ولم يعوده يقول لك مش موجود وهو عندهم جوا ويقول لك كومبليت وهو مش شغلين الحفلة قريدي فده علشان ما فيش منطق قوي يقدر يدفع عنه ومنطق أول مرة وبيحاول يبقى متواجد في السوق وبقى الاعتمادة على البيع الخارجي أكتر بكتير من النجاح الداخلي للعمل الفني لكن أنا دايماً بحب أن الجمهور لما يخش الفيلم هم اللي يقولوا رأيهم مرسي جداً مرسي جداً مرسي جداً